أزمة لا نهاية لها وانهيار وشيك يهدد الاقتصاد اليمني ليست مجرد جمل نمطية يتكرر ترديدها من قبل المنظمات الدولية بل أصبحت واقعا يتكبده المواطن يوما بعد آخر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغدائية وقلة دخل الفرد وفي ظل ازدياد وطيرة المواجهات بين المقاومة والميليشيا التي تتمسك بخيار الحرب يرجح مراقبون أن الأزمة الإنسانية ستتفاقم أكثر وأنها ستدخل مجددا في فصول أخرى من الصراع لينعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين وقوتهم ومتوسط دخلهم منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن قال إن اليمن وبنكه المركزي الذي يعاني من شح السيولة يحتاجان إلى دعم من المانحين والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وأن 13 مليون يمني على الأقل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار تقييد الواردات وعدم قدرة سفن شحن كثيرة على تفريغ حمولتها في الموانئ إذن هي ذاتها رواية الحرب التي زادت صفحاتها فقد لا نتمكن من حصر كل نماذج الوجع ليبقى كل شيء كما هو عليه